طبعاً دولة الإمارات الله يحفظها وبقيادتها الرشيدة متجهة إلى أن تكون نقطة تحول كبير في هذه المنطقة وأن تكون هي المركز الرئيسي للبيانات ومن هنا تتهمية مواكبة كثير من هذه التقنيات الحديثة ليس فقط على ما هو حاصل في تقنيات الذكاء الاصطناعي وكثير من الحمد لله المعاهدات والاتفاقيات مع الشراكات المختلفة في القطاع الخاص وأيضاً في القطاع الحكومي وأيضاً على المستوى الدولي الحمد لله توجد ولله الحمد اليوم التحول إلى أن تكون دولة الإمارات أيضاً نموذج لكثير من هذه الدول الأخرى التي تريد أن تأخذ في هذا المجال فعلى سبيل المثال لا الحصر اللي نحن اليوم قايمين عليه هذه البيانات تحتاج إلى مواكبة في السياسات مواكبة للإجراءات والتشريعات الرئيسية اليوم سمعنا بالتزييف العميق سمعنا كيفية تقضية البيانات وتغليطها أو تقضيتها بمعلومات غير مصدقة وموثوقة في ذلك فمن هنا تتهمية أن تكون هناك تشريعات وحوكمة تختص بهذا المجال أهم النقاط الرئيسية اليوم اللي نشتغل عليها سلامة نموذج الذكاء الإصطناعي أخلاقيات الذكاء الإصطناعي وشفنا الحمد لله اليوم بعض النموذج اللي طلعت وحتى الوثيقة الرئيسية الخاصة بالذكاء الإصطناعي اللي أيضاً صدرت من الحمد لله مجلس الوزراء أيضاً في ذلك في الأمن السيبراني أهمية التأكد من سلامة هذا النموذج جداً مهمة بعض السياسات اللي إن شاء الله بنشتغل عليها وبتطلع بعضها في نهاية السنة والبعض الآخر إن شاء الله على السنة القادمة الحوسبة السحابية وتأمين البيانات اليوم فيها نحن طلعنا سابقاً بعض هذه المعلومات أو بعض السياسات لكن مع مواكبة التحديثات الحديثة كان هناك لزاماً أن أيضاً نواكب بعض هذه النقاط فالحوسبة السحابية وتأمين اليوم بياناتنا في هذه الحوسبة السحابية جداً مهم وهذه واحدة من النقاط الرئيسية أيضاً في ذلك إنترنت الأشياء وهي السنسرز أو الحساسات اللي موجودة في كل مكان وتقوم بجمع بيانات عملية أن تكون هذه أيضاً مواكبة وبمعايير أمنية مهمة اليوم الغطاع الصحي من أهم الغطاعات الرئيسية اليوم اللي نحن نشوفها ويحوي أيضاً في طياته بعض الأجهزة التي تمس بجسم الإنسان بمعلومات الإنسان بالجنوم بالسيكونسينج بكثير من المعلومات اليوم اللي هي لا تستطيع أن تغيرها هي ليست كريدت كارد أو عبارة عن معلومات مالية تريد أن تغيرها بعد ما يتم اختراقها تروح وتغيرها مع البنك لا هذه معلومات صحية معلومات متأصلة في الشخص نفسه فمن هنا تتهمية أيضاً مواكبة لالك ووضع بعض السياسات الخاصة بهذه المنظومات والأجهزة التي تقوم بالتقاط وبجمع حساسات معينة بالمعلومات والبيانات الرئيسية غرف العمليات الرئيسية وهي السوك نحن نسميها مراكز العمليات السيبرانية وحصولها أو العمل على اعترافات واعتمادات معينة يجب أن تكون في هذه غرف العمليات الرئيسية لا بد أن تكون في كل مؤسسات الدولة الحمد لله أو بالتنسيق مع المؤسسات الرئيسية المزودة لهذه الخدمة اليوم الكوانتم وهو الكمومية أيضاً في ذلك من أهم النقاط الرئيسية في عمليات التشفير والحمد لله تم الإعلان عن مرسوم التشفير مؤخراً وبإذن الله بتطلع اللائحة التنفيذية عما قريب أيضاً قبل نهاية السنة وهذه تختص بوضع المعايير الرئيسية الخاصة بتأمين البيانات كانت في حالتها المخزنة أما في حالتها التي تنتقل بها هذه المعلومات من جهة إلى أخرى فأهمية أن تكون متوافقة مع البوست كوانتم كريبتولوجي أو اللي هي من بعد المنظومات الكمومية اللي تستخدم اليوم وأن تواكب أيضاً كثير من الحمد لله معايير مفاتيح التشفير واللي يستخدمها أيضاً في ذلك الهجمات مستمرة فوجود هذه المعايير وجود هذه السياسات وجود هذه الحوكمة الرئيسية اللي نقوم بها هي من أهم النقاط الرئيسية والحمد لله دائماً نحدث فيها وفق ما نشوفها فيها حاجة من دون التأثير لا سمح الله على أي من اقتصادات والحمد لله سياسات المؤسسات الأخرى اللي اليوم أيضاً قائمة على كثير من هذه النقاط الرئيسية في تحولها الرقمي طبعاً التحول الرقمي والله الحمد في دولة الإمارات مس جميع قطاعات الدولة قطاع الصحي القطاع التعليمي قطاع الطاقة قطاع الطيران وغيرها من القطاعات المختلفة اليوم مع تحول هذه القطاعات رقمياً قد تفتح بعض الثقرات التي تؤدي إلى لا سمح الله بعض هذه الهجمات الرئيسية ومع وجود الذكاء الاصطناعي واستخدامها من عدة جهات كانت جهات مدعومة من دول أو كانت جهات مدعومة من منظمات وتنظيمات مختلفة تستقل الذكاء الاصطناعي في عمل المسوحات العامة لبعرفة ما هي هذه الثقرات للبنى التحتية الرئيسية الرقمية الخاصة بهذه المؤسسات واليوم بسهولة جداً تستطيع أن تعمل مسح كامل على جميع مؤسسات الدولة .gov.ae على سبيل المثال أو بالآي بيات الموجودة اليوم عندنا واللي الحمد لله أيضاً من النطاقات الرئيسية اللي تستخدمها هذه المؤسسات والوزارة فمن هنا تتهمية حماية هذه المؤسسات من التهديدات ومن هذه الاختراقات اللي قد تمس بتشريب بيانات قد تمس بانتحال شخصيات قد تمس بالبنى التحتية الرئيسية بملكيات فكرية بالحمد لله بيانات جداً مهمة اليوم نحن على سبيل المثال يوم نتكلم عن الشخص كفرد في المجتمع الهاتف ماله يعني يوم دسئله إذا حد اخترق بياناتك اليوم وصورك وأشيائك بيقولك هذه لا تقدر بثمن هذه حياتي كلها فما بالك بمؤسسات دولة فما بالك بمعلومات وسجلات رقمية رئيسية أمنية خاصة بدولة الإمارات والله الحمد فيها أين عم توجد هجمات توجد هجمات جداً كبيرة بسبب الحوال السياسية والجيوسياسية في المنطقة بسبب ما زادت به دولة الإمارات والله الحمد في تحولها الرقمي وخاصة في المجال المالي توجد اليوم كثير من هذه القطاعات المتبنية والمستضافة في دولة الإمارات الحمد لله حتى من الدول المختلفة فأدت ذلك أن تكون هذه البنى التحتية عبارة عن أهداف رئيسية من هذه التنظيمات والمنظمات الرئيسية ما هي القطاعات الرئيسية التي تستهدف؟ القطاع المالي طبعاً من أهم هذه القطاعات لما فيه من مادة لأن المخترقين إما أن يكون خلف البيان والمعلومة للمساس بأمن دولة أو هو خلف المادة وخلف المال أيضاً للحصول على أي من هذه البيانات فشفنا الحمد لله نحن نوعين من هذه الهجمات والله الحمد اليوم دولة الإمارات قائمة برصد وصد وردع كثير من هذه الهجمات اليوم بالتعاون مع كثير من هذه الجهات فالقطاع المالي من أهم النقاط الرئيسية نحن اليوم نشوف الهجمات عليه قطاع الحكومي جميع مؤسسات الدولة الحكومية أيضاً فيها القطاع الصحي فيه هجمات جداً كبيرة سوتها وحصلت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاتحاد الأوروبي الطابع اليوم بأهمية المعلومات الصحية مقارنة بالمعلومات المالية طبعاً هذا لا تقدر بثمن معلومات لا يمكن تغييرها DNA لا يمكن تغييرها معلومات تستطيع أن تبتز بها شخص معين أو حتى دولة معينة فيها فمن هنا أتت أهمية الهجمات التي تحصل على القطاع الصحي وهذه الحمد لله اللي نريد مع الجهات الرئيسية عندنا في الدولة حماية ووضع الحمد لله الطرق وآليات الرصد والصد لهذه النقاط الرئيسية وهذه من أهم الغطاعات اللي اليوم نشوفها نحن تستهدف عندنا في الدولة لكن الحمد لله منظومات الرصد والصد الوطنية السيبرانية الخاصة بذلك منظومات قائمة على أولا الأشخاص الكفاءة القائمة والمؤهلة والقائمة على الحمد لله التفاني في عملها على مدار الساعة في أي من كانت هذه النقاط ثانيا المنظومات التقنية منظومات قائمة على الذكال الصناعي منظومات قائمة على الحمد لله الأتممة منظومات قائمة على كثير من التحليل والبيانات الضخمة اللي اليوم نستخدمها لمعرفة أنماط هذه الهجمات ووضع الحمد لله أيضا الطرق لصد مثل هذه الهجمات فمنظومات جدا أيضا فيها وثالثا الحوكمة والسياسات والمعايير اللي الحمد لله أيضا يتم الامتثال بها من هذه المؤسسات الرئيسية اللي يتم التعاون فيها واصدرت كثير من المعايير الحمد لله من مجلس الوزراء لمواكبة مثل هذه التغييرات والتهديدات أيضا فيها في نقطة أيضا مهمة في ذلك اللي هي الشراكة هذه الهجمات جميعها عابرة الحدود وعابرة القارات ولا تعرف اليوم جيرس ديكشن معين فمن هنا أتت الشراكات المهمة لليوم نشوفها الحمد لله شراكات في المنطقة بدون الخليج العربي وتوجد الحمد لله هناك الأمان العامة لمجلس التعاون الخليجي وفيها تم إنشاء اللجنة الوزارية السيبرانية أيضا فيها وعلى المستوى العربي الحمد لله اليوم أيضا تم إنشاء اللجنة الوزارية العربية أيضا القائمة على التعاون في هذا المجال ونحن نشوف هذه الشراكات بالعكس هي ما ستبني أولا الأمن السيبراني العربي اللي يصد أي من هذه الهجمات التي تريد أن لا سمح الله أن تمس بأيا من هذه الدول الحمد لله وتبني التعاون لأن نرسل رسالة بأن الحمد لله دولة الإمارات والدول الخليج والدول العربية أيضا في مأمن من كثير من هذه الهجمات السيبرانية والبنى التحتية اليوم بالعكس مستقطبة لكثير من الشركات والجهات والشراكات المختلفة وهذا اللي شفناه الحمد لله انتقال كثير من رؤوس الأموال عندنا في الدولة خاصة منها الخاصة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد وبإذن الله بنظرة القيادة الرشيدة متوجهين إلى أكثر وأكثر فيها طبعا الهجمات نحن في المعدل تصل إلى خمسين ألف هجمة هذا في المعدل وأنا أتكلم هنا عن قطاع الحكومي أنا لا أتكلم عن القطاعات الأخرى اللي قد تزيد فيها أيضا هذه الهجمات المفتاح الخاص أسبيل المثال حدث ولا حرج قد تكون فيه الهجمات أكثر من ذلك لكن بالتعاون معنا الحمد لله نصل إلى كثير من هذه الصد والردع والتعاون أيضا فيها لكن في شهر مارس وشهر إبريل زادت الوتيرة بسبب الأحوال الجيوسياسية في المنطقة فانتقلت من الخمسين ألف نشوفها بمعدل تصل إلى مئتين ألف هجمة هذا في اليوم الواحد واستمرت على ذلك تقريبا مدة سبوعين بهجمات تصل إلى هذه المئتين ألف هجمة في اليوم الواحد والحمد لله كانت فيها حالة طوارئ وكانت الحمد لله أيضا الشباب والدولة ككل لا ننسى دور الإعلام الحمد لله في نشر أيضا كثير من التنبيهات والإعلام أيضا في ذلك وتم الرد على هذه التنظيمات كانت أكثر هذه الهجمات طبعا هي هجمات فقدان الخدمة الدي دوس وهذه تنشأ من عدة بنى تحتية في العالم ككل وتستهدف بعض الدومينز أو بعض الآيبيات اليوم عندنا في الدولة وهذه وصلت إلى عدد جدا كبير أيضا في ذلك النوع الثاني هو الفيشنج إيميلز أو اللي هي عبارة عن بعض الإيميلات المستهدفة لكثير من المؤسسات الدولة وتراد بها اليوم التضليل والخداع والهندسة الاجتماعية لفتح أي من هذه الروابط واللي يتلوها بعدها الرانسموير برامج الفيديو وكيفية اليوم استغلال وتسريب هذه البيانات فشفنا هذا النمط اللي هو حاصل لكن الحمد لله رب العالمين وضعنا كثير من الآليات التي تمنع مثل هذه الهجمات على الدولة اللي يحفظ نحن الحمد لله هذا دائما موضوع شوي قريب لقلوبنا لأن تكون دولة الإمارات هي رقم واحد في الأمن السيبراني والحمد لله رب العالمين اليوم في المنطقة دولة الإمارات رقم اثنين في العالم ككل دولة الإمارات رقم خمسة وبيتم إصدار على نهاية السنة وقبل نهاية السنة أيضا التصنيف الجديد في ذلك وإن شاء الله بإذن الله نأمل بأن تكون دولة الإمارات على مرتبة كثير من هذه النقاط الجهود مستمرة الجهود ولله الحمد أدت إلى نقلة جدا نوعية كنا في المركز السابع والأربعون إذا بنتكلم قبل سنتين أو ثلاث سنوات انتقلنا إلى المركز الستة وثلاثين وبعدها نقلة نوعية إلى المركز الخامس الحمد لله بجهود كثير من الجهات عندنا في الدولة وأيضا الإعلام كانوا من أهم النقاط الرئيسية أيضا فيها اليوم الحمد لله ما عملناه على النطاقات الخمس الرئيسية اللي يتم فيها تقنيم وتصنيف دولة الإمارات كانت في قطاع الأشخاص أو اللي هون capacity building أو غيرها من بناء القدرات كانت في قطاع التقنيات الحديثة دولة الإمارات الآن سوصدر كثير من هذه التقنيات الحمد لله وتوجد شركات هنا قائمة على صناعة الأمن السيبراني كانت في الحوكمة والسياسات الرئيسية كانت في مؤسسات الدولة والقيادات الرئيسية التي توحد نظرة الأمن السيبراني في الدولة والأهم أيضا في ذلك في الشراكات تعاوننا اليوم مع كثير من هذه الدول في عملية صد ورصد وتنبيه والحمد لله نشر ثقافة الأمن السيبراني جميعها هاي الحمد لله اليوم نرى بصمة دولة الإمارات فيها نماذج والله الحمد نحن قبل شهرين تم تكريم دولة الإمارات أيضا بنموذج الأمن السيبراني للشباب ونموذج الأمن السيبراني للمرأة لم تختصر هذه الجهود فقط على نطاق حماية ونريد أن نحمي هذه البنى التحتية بل أيضاً نصدر هذه الحمد لله التجارب إلى العالم بره والله الحمد لله اليوم وصلت إلى كثير من هذه النقاط فالحمد لله إن شاء الله بنظرة الغيادة الرشيدة والتوجيهات تم الله يتقول في عمرهم وتعاون الجميع اليوم فيها وإيجاد منبر مثل وام اليوم لنشر مثل هذه النقاط الحمد لله اليوم وصلنا إلى وبنوصل إلى المركز رقم واحد بإذن الله اشتركوا في القناة